أهلا بكم إلى هذا المجاز من تلفزيون النهار والذي نستهله بالعنوين تطبيقا لإجتماع رئيس الجمهورية هيئات عمومية تشرع في إحالة إطاراتها المسنين على تقاعد وفتح المجال أمام الشباب وزارة الشؤونية الدينية والأوقاف تحذر من الفتوى الصدرة من الآئمة والعلماء الغير جزائريين أهلا بكم إلى تفاصيل بأمر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتنفيذا للتعليمات الصدرة مؤخرا عن الوزير الأول عبد الملك سلال بدأت عدة هيئات رسمية في إحالة العديد من إطاراتها على تقاعد لفتح المجال أمام الإطارات الشباب والتي لها كفاءة وخبرة في الإدارة وتسيير وفي هذا شأن علم تلفزيون النهار أن المدير العام للجمارك محمد عبد بودربلا قد بادر مساء الأربعاء المضيف بإحالة عدد من الإطارات السامية في إدارة الجمارك على تقاعد وقام باقتراح أسماء شبه مشهود لها بالكفاءة والخبرة والاقتداري لإدارة مراكز القرار في هيئة الجمارك ويتوقع أن تتوسع حركة الإحالة على تقاعد لتشمل عدة هيئات رسمية هم في الدولة وهذا قبل نهاية العام الجاري حذرت وزارة وشؤوني الدنيا والأوقاف من الفتوى صدر من الآئمة والعلماء الغير الجزائريين وفي هذا شأن كان وزير وشؤون الدنيا والأوقاف أبو عبد الله غلام الله قد دعا إلى ثقة في فتوى الآئمة الجزائريين وتوخي الحطط والحذر من الفتوى التي تأتي من علماء وأئمة من خارج الوطن معتبرا أنه من مصلحة الجزائريين توخي الحذر واليقظى من الفتوى الصدر من خارج الوطن لأنها قد تكون خارج الشريعة الإسلامية وغير ملائمة لمصلحة الوطن يحدث هذا في الوقت الذي ترى فيها التنسيقية الوطنية للآئمة أن إنشاء دار للفتوى في الجزائر أصبح أكثر من واجب يرفع مربو دواجن الذين بلغ عددهم 17 ألف مربي تحديا لضمان تزويد السوق باللحم البيضاء رغم المشاكل التي لا يزال القطاع يتخبط فيها بل رغم من القرارات الوزرية والجهود للنهوض بهذا القطاع وتجنبي اللجوء إلى الاستيراد في انتظار تشخيص الأزمات وإيجاد الحلول لذلك ورقة في الموضوع لزميل مصطفى تونسي يراوح قطاع تربية الدواجن مكانها رغم جهود الدولة لتطوير هذا القطاع من خلال قرارات يعفاء من الحقوق الجمهورية ومن الرسم على القيمة المضافة على الدرة والصوية واغذية الأنعام والمواد المصنعة لذلك منذ سبتمبر 2012 والتي تنتهي بداية أوت القادم وسط الحاحن لمربي الدواجن على الاستمرار في هذا الدعم والذي رفع للوزارة الوصية تمديد الإعفاء لسنة أخرى من الضرائب من بعد بالشيء قال اسمعناه توافقيا قنعت ورغم أن عدد مستثمرات تربية الدواجن بالجزائر قرب 30 ألف إلا أنها لا تزال تتخبط في العديد من العراقيل والتي تتلخص في أسعار أغذية الأنعام المتضاربة وأسعار الكتكيت وبين الطرق التقليدية في تربية الدواجن أما بالنسبة للمصانع الأعلاف ومصانع الزباتوار وكذلك تربية الدواجن بالبيض دواجن بالبيض فهذا موجود ويتطور ليمثل رهان وزارة الفلاح انتج أكثر من ثلاثة ملايين قنطار وبلوغ المقاييس العالمية لحصة كل فرد والمقدرة ب30 كيلوغرام سنويا فهل ستنجح الوزارة في هذا الرهان من جهته أكد محمد عماري المستثمر الفلاحي والمختص في تربية دواجن أن ما يعاني من قطاع إنتاج اللحوم البيضاء هو التسويق حيث تتخبط الأسواق على حد قد